اللي ما يعرف هذا منه هذا وزير التعليم العالي اسمع مخازي العراق اسمع البلوة اللي ابتلينا بيها بالعراق اسمع هذا الرجال الفقير شي يقول وخلي اسمع وزير التعليم العالي اللي هو أصلا شهادة ما معترف بيها اسمع أنا عنده طلب اسمع تدلل عندي خادمك خادم ربك طلع معدل 97 ونص منو ابني وقدمت منحة من الوزير البحث العلمها وصال شهر أروح وأرجع يم الوزير يم الوزير يم الوزير أنا منحة مجانية أنا هاتي شوف أجدك دراسة مجانية ما أكو منحة مجانية من الوزير من الوزير على استناد وآن هاتي شوف تربية وزيارة العالم والبحث العلم وزارة التعليم تعليم الأهل والبحث وهنا شوف هذا من الجس بلدي وهذا مالك المختار لأننا نحن بحالة فقر وهذا قد علي الباحث بطل علي تحت الفقر مشمول هاي شوف اسمع 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 باوع يعني فقير راد منحة من وزارة التعليم العالي ابنه جايب معدل كلش عالي ويداخله طب تمام وهو بهذا الحال الوزارة تقول لها الوزارة تقول لها ادزل لجنة تروح اللجنة تتأكد أنه هو فقير لو مو فقير تخيل شوف ادزل لجنة المختار لازم يوقع أنه انت فقير وانت فقر ابن فقر اتخيل بدل ما يقول له لا انت على شنو تعال آني هذا آني احتضمه بس اسألكم بالله سؤال واسأل وزير التعليم العالي واسأل واسأل كل العراقيين هذا ابنه من ما رح يلقى مكان رح يكمل دراسة يبقى بعد بالعراق يبقى انتو حتى تطو منحة بالسنة الف دولار اذلون امه اذلون ابو على مودة يكمل الطب حتى يخدم البلد بس انتو ما تريدون اطباء ومهندسين انتو تريدون حرامية انتو تريدون صائعين ودايحين ما تريدون اطباء ومهندسين انتو الاطباء والمهندسين تريدون تهجرون وتريدون تخلصوا من عندهم فانتو يعني يعني ما دائفتهم تتمنون من شخص شهادته ما معترف بيها من جامعة ما معترف بيها ينطي منحة لطالب متفوق ترجمة نانسي قنقر